إذا كان متواجد معنا الأستاذ عماد العطار بعد قليل سندخل إلى مدخلته لإستعناف ومواصلة النقاش كنت نعم هو متواجد معنا بعد قليل سأخذ له تكلمة لتقدير عرضه ولكن قبل أن أعود إلى أستاذ عماد العطار في اهتيب مدخلة كنت أتحدث قبل قليل عن مدخلة الأستاذة فيت ليبن وما يقرق اليوم الأديد من مستخدمي المجتمع الوكيبيدي وخاصة الموصوات الوكيبيديا وهذا التضارض في موضوعات الثقة والحقيقة والقبول بالآخر ووجود من هذه العوالم هو موضوع حقيقة يتحدث عن كونة الفكر الإنساني وأيضا يتحدث عن مدى الدخول على الجد في ما يسمى بالعيش المشترك والتواصل الحضاري بين المجتمعات وبين الإنسان والإنسان الآخر كنا تحدثنا بالأمس عن إشكالية الأنسان علاقة الإنسان للإنسان واحترام الإنسان للإنسان وحماية الإنسان للإنسان كذلك فموضوعات مثل ما قدمته المستدفين له أيضا ما يدور في فلكه ضمن هذا الموضوع ضمن هذه الإشكاليات ضمن هذه القضايا التي بإمكانها أن تدفع بنا كما تقول إلى المحافظة على السلامة العامة للمجتمعات العربية هو أيضا الحفاظ على السلامة في علاقتها ببقية المجتمعات وبقية الأجناس الثقافية إن صح التعبير إذن إذا كان الأستاذ عماد العطار متوجد معنا هو سيقدم لنا مدخلة مرسومة بتعديل شروط حضية المقالة وهو أيضا موضوع جد مهيب بالنسبة لصنع المحتوى والمشاركين في المحتوى بوسوعة ويكيبيديا لابد أن نشيقض إلى مثل هذه الموضوعات التي في الحقيقة توضح بعض الاهتباس الذي يظهر على المساهمين لماذا الإقصاء؟ لماذا الحفل؟ لماذا الحجب؟ كل هذه أسئلة سيجيب عنها الأستاذ عماد العطار إليك الكلمة شكرا أستاذ عادل معك كمان صلايا طيب الأول ما قدرش أبدأ من غير مشكر القائمين على المؤتمر ده هذا شيء عظيم عظيم جدا وهو مش غريب على أحفاد جميلة بحريد وأحمد دنبيلا وكل الآيكونز اللي كانت موجودة سبب أنه كانت أبطال من نسبالنا شكرا شكرا لأنتم تعملوا ده حاجة كويسة جدا بالنسبة للموضوع الشروط الملحوظية الموضوع ده فيه منتهى الأهمية الملحوظية دي مرتبطة تماما بأهداف الموسوعة إذا كان هناك أهداف للموسوعة فالأهداف ده هي هتتحقق لما أدي كم أكبر من المساحة للي حيتكلم فإذا ملحوظية المقالة زي ما أنتو كتبين عنها هنا أنت كتبت سعبتك على الملحوظية هي أنها مدى شهر الموضوع ومدى تناوله في مصادر المعلومات ووسائل الإعلام إذا كان هناك دي الملحوظية أنه مشهور أدي إيه الموضوع ده ومتدول أدي إيه على وسائل الإعلام هنا احنا حنقف ونقول مشهور بالنسبة لمن احنا حنختار مجموعة من الناس تقعد على مقاعد الحكم وهما ناس جيدين جدا أنا لا أعتبر الإدارين في الويكيبيديا غير أنهم ناس أفضل مني بكتير وعلى علم أكبر مني بكتير جدا ولكن اللي هيقعد هيجلس على هذا المقعد هيجلس بين شيئين أنه يسمح أو يمنع السماح والمنع هو جالس على المقعد اللي بيقرر ده متى يسمح ومتى يمنع وهو مقعد القاضي والقاضي في المحكمة لا يستطيع الحكم على كل القضايا اللي يهدامه لأنه عنده قضايا فنية كتير عنده قضايا عن الميراس عنده قضايا عن الشرع عنده قضايا ففي كل إحد هذه القضايا القاضي بيلجأ إلى شيء انتداب خبير في هذا المجال فأنا لا أعتقد أن نحن ممكن نضع حكام على السباح أو المنع ولا نقول على كل المواضيع في كل الفنيات في كل الاتجاهات لا أستطيع يعني لا أستطيع تحديد أن ده شيء ويزينوف من الحكمة ممكن هنا حضرتك تتفضل وتقول لي أن هناك شروط حيطبقها هذا القاضي على المقالة إذا أوفت بهذه الشروط سمح بها وإذا لم توفي بهذه الشروط منع نعم الشروط ده هي المحطوطة للمرحوظية اتكتب عنها الآتي إن المرحوظية ليست سياسة رسمية وإنها قابلة للجدال هذا ما كتب على المرحوظية في الويكيفيد إنها ليست سياسة رسمية وإنها قابلة للجدال إذن من وضع هذه الكلمات يعرف أن المرحوظية هي تحت الجدال أخذ ورد تنقيس إكسار وهكذا فالحطة اللي أنا جاية عليها أنا مش فنية ومش ممكن أكون قد الإدارين اللي عندنا مشاهد وكلهم ممتازين ولكن أنا هنا بمثل بس صيحة أو صرخة بتقول يا أخوانا انتبهوا للمرحوظية علشان في بعض حالات حصلت قدامي أعتقد إنها لا تفيد الموسوعة ولا تفيد البحث عن المعلومة عندي شخص يعز علي ومن الناس اللي هم من الكتاب والمؤدبين في الكلام إلى درجة فضيعة جداً كتب مقالة هو اسمه مصري 1973 ده اسمه كتب مقالة عن الانتخابات البرلمانية في مصر سنة 2020 وابتدوا بعض ناس يحزف منها أجزاء وهي مقالة رائعة أنا مليش في الاتجاهة بتاع البرلمان والانتخابات ولكني اطلعت عليها بعدما الراجل زهق من الاعتراضات وساب الموسوعة ومشي فقدنا هذا الشخص هذا الشخص جاء بمعلومات وجاء بمجهود وعمل مقالة حتى بعدما هم حزفوا نصها أصبحت من أطول مقالات الموسوعة إذن هناك شخص بيعمل مجهود فإذا إحنا منعنا هتقول لي لا دي مش اتمنعت أو اتحزف أجزاء مش بخصوص الملحوظية نعم أيوة ملحوظية أو غير ملحوظية إحنا قدام حكم يقف أمام المقالة يسمح بجزء ويمنع جزء فعايزين الحتة دي نتك عليها نعيد بحثها أنتو يا إدارين يا نفس قدامة في الموسوعة اجلسوا مع بعض وعيدوا بحث ده إزاي أنا حمنع حمنع وإزاي حسمح فيه غاية من الأهمية الفني اللي ممكن يعني مش ممكن واحد غير فني يقدر يقدر خليني أتطور في الحتة دي حتة اللي أنا بكتب عليها أنا بكتب كتبت لغاية دلوقتي حوالي 1050 مقالة 99.5% منها عن الأفلام السينمائية والأغاني أول شيء وجدت من الأغاني مرفوض تقريبا الكتاب عنها وهو جزء غير طبيعي من وجدان الإنسان العربي الأغنية شكلت في ضمير الإنسان العربي الكثير الجزائر أما حصلت التصورة والتحرير الجزائر عبد الحليم حافظ غنى إيه والضبان حديد اتكسرت والشمس طلعت اتنورت أرض الجزائر 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 الأغنية رح في احتفال عيد صورة الجزائر وكان بن بيلا بيستقبل تي جيفارا وعرف إن عبد الحليم حافظ جاي في نفس في طيارة فقاموا وانتظروا وحضلوا وبقت إذن إحنا قدام مواضيع لا يصح إن إحنا نسيبها عرضة ل المنع أو السماح بدون فنيات تتصغل أنا مش حول أكتر من كده راجع يا أستاذ يا إداري شروط الملحوظية قللها شوية وزودها شوية وتفر لكن في النهاية اسمح بمواضيع أكثر لإغناء الموسوعة ولقع لها لها كل المعلومات اللي عايزها الطالب المعلومة أو الباحث شكراً شكراً لك أستاذ عماد العطار على هذه المدخلة التي بحقيقة مستفزة معرفياً لابد أن نناقشه مثل هذه المسائل ولابد أن تكون هذه السجلية أو هذا الجدل القائم معرفياً حتى تكون أمثولة أو نمذجة هذا النقاش في مستوى ما بإخدام كما قلت المجتمع الكيميدي وإخدام موسوعة موتيبيديا التي ستكون أو هي الحقيقة برجع العديد من الباحثين العديد منها المؤتمرين بالمعركة والمؤتمرين بالثقافات المختلفة للمجتمعات إذا كان مع إعادة ربما كانت بعض الاستفهامات أيضاً للمناقشة أيضاً أم أسئلة أخرى بالنسبة للزملاء ولكن قبل أن أرحل الكلمة إلى أي متدخن أريد أن أسأل مساء العماد حول مسألة الملحوظية وهل ما نراه مثلاً في المجتمع في المجتمع الجامعي أو في المؤسسات التعليمية مثل ما يسميوها بالتحكيم تحكيم المقالات أو تحكيم المداخلات في المؤتمرات والملتقيات وما يسمى بالملحوظية عن مساء الإلكتروني بمعنى هل المعايير هنا المعايير التي يعتمدها العديد من المكيبيديين تستدعي متقف موسوعي أم تستدعي لجنة من التخصصات المختلفة حتى يكون صاحب الإختصاص أو صاحب المجال المعرفي هو الذي له مجال لتناول هذا الموضوع مع أن مسألة القبول أو الرفض أحياناً تحال إلى مسألة منهجية أو مسألة معرفية في مقدمته كيت ودقاليل في الدقة المعلومة ولكن أحياناً في مسألة الضيمنيات أو مسألة المحتوى يكون هذا اللكس بمعنى أول سؤال كيف نفرك ما بين التحكيم المقال وملخضية المقال أم أنهم يتمون إلى نفس المعنى بمعنى أن أتحدث عن الجامعة أنها تحتمد على فهم التحكيم والمجتمع الكابينيس يعتبد على المنقضية هذا من جهة من جهة تانية هل المسألة تعتبد على الفرق على الشخص أم تعود إلى الفريق ما نسميه نحن في الجامعة باللجنة العلمية يعني كيف تكون هذه المفارقة قبل أن أعود إلى عادل أحيل كلمة إلى عماد لنصر هذا المقاش تفضل أستاذ عادل أتكلم نعم تقدر أستاذ عادل أوكي حضرتك حطيت خطة على الحكم والملحوظية أنا حطيت بالإضافة ليهم أحدة تالتة أهداف الموزوعة كلهم يؤدوا إلى بعض كلهم يؤدوا إلى نفس الطريق اللي هو وإحنا بصدر مكان حنحط عليه كل وكل تعني كل كاف لا كل المعلومات إذا كنا بهذا الصدد وحتبقى أهداف الموزوعة لا تضمن لا تتضمن سوري أهداف الموزوعة لا تتضمن حد من المقالات لنا يتمكن المراقب من المراقبة فممكن يكون من شروط الموزوعة الأصلية من أهداف الأصلية بلاش يا أخواننا نتوسع أوي علشان نقدر نتحكم أوي بلاش نحط مليون مقالة خلينا نحط نصف مليون مقالة علشان نقدر نرائب ونتحكم فإذا كانت هناك بعض أشياء موضوعة أصلا في أهداف الموزوعة فإحنا مش حنقدر نتحرك في الحكم الملحوظية إلا بناء على الأهداف فإذا أنا أعتقد أن الأهداف لازم تتسع إلى أقصى شيء أنا ما باجي أدور في الإنسايكولوبيديا في التاني كم لاقي حاجة مش موجود أنا عايز الويكولوبيديا العربي ما فيش حاجة فيها مش موجود حتى لو كانت يهتم بها عشرة اتناشر ألف واحد بس أو عدد قليل لأن أنا أريد كتير في التعليمات أو الشروط بتاعة الملحوظية أو المقالة اللي لابد أن لها أهمية أن يكون لها أهمية مؤثرة في عدد كبير بين الناس نعم هذا شيء جميل ولكن بهذه الطريقة أنا حرف بعض المواضيع التي لا تهم الكثير ولكنها تهم الباحث والمهتم قد يكون هناك أنا ما ابتدت الكلام وقلت لساعدتك عن الأغنية أنا لا أتحدث عن الأغنية بعينها ولكن أتحدث عن نوع من الأشياء الموجودة في هذا العالم العربي أغفل عنها الطرف غض عنها النظر لأنها يعني مش موثقة قوي مش كتير بيهتموا بالمغنى إنها ليست جادة إنف فهذه الأشياء هتخلي يسقط جزء من توصيق التاريخ العربي لمجرد إن إحنا ما عندناش مقالات على الويكيفيديا بتتكلم عن الأغنية أنا مرة خطيت أغنية غيرت تاريخ الموسيقى المصرية في وقت السبعينات واللي شالوها شالوها بهدوء شديد جدا مع إنها كانت بتمثل نقلة ما بين الجو بتاع عبدالوهاب وعبدالحليم وصباح ونجاف الصغيرة إلى ما بعده اللي أدى إلى الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي اللي إلا أستاذ عباد ربما أستاذ عادل يحاول أن يشير كونه أحد الفعيلين في هذه المسألة أستاذ عادل إذا كان لك نظر في هذه المسألة تطلب شكرا يعني الطرح كان جيد جدا طرح عظيم يعني طرح في صلب الموضوع ونقولها يعني إحنا نعانيه نوعا ما من نقص الفهم من نقص من نقص أنه كثير من نقول الإداريين فقط لأن الإداري هو عبارة عن شخص عادي مثل مثل أي محرار يعني ما عندوش هذه السلطة العظيمة التي تصورها البعض لأنه كان نقاشات كثيرة حدثت في ويكيبيديا العربية ديون فقط يعني بين قوسين أمس كان مقالة جد مهمة حذيفت وكان نقاش نقاش عليها لماذا حذيفت السببية غير واضحة كان أمور كثيرة أنا نرجع لأمور أنه كانش مقاربة بين المفهوم الموسوعة كم موسوعة وبين ما يحدث في ويكيبيديا لأنه كان هناك شيئان نستطيع أن نفترق بين هما فترق بين أن نفتح الموسوعة لكل من هب ودب وهذا مشكل اختفت صورة وصورة المستاذ عادل نعم هال عادل معنا اعتقد سيعود عادل بعد قليل اضم ايضا نعم نعم ها سجد جيد جيد المهم اصل الى الفكرة الفكرة هي حاليا يوجد نقاش في الميدان حول الملحوظية اللي يكون في علمك وهذه يجب أن نشارك فيه أن الملحوظية توريكت هي آخر سياسة التي ستناقش لأنه بالطبع الحال الموضوع معروف عند أغلب الإدارين بل أكبر موضوع شائك لأنه يوجد نوعا ما هفتح النقاش عدة مرات من أجل إعادة كتابة سياسة الملحوظية من بينها ما تقدم حول هذه الإشكاليات مثل الأغاني إلى غير ذلك إلى مثل كثير من الأمور أظن أنه يجب أن تكون هناك عمل ضخم لإعادة التفكير وطرح لني مئة في المئة يعني قضية كيف هو يجب أن نجد أسلوب هل نكتب كل شيء أم هل نحدد ما نكتب لأنه ذوي السؤال المطروح هل نكتب كل شيء أم هل نحدد ما نتب يعني صراحة يجب تحديد هذا الموضوع أنا أريد أن أحدد الموضوع بدقة يعني إذا كتبنا كل شيء رح نقول لك رح نكون في عشرية ثلاثين مليون ما قال رح نكون وخاصة المحرر العربي ما عندوش المنهجية يعني ما نقولش إذا كان هناك أستاذ ولا إنسان يعرف يحرر ويقادر يحرر كان آخر مشكل معهم لذلك يجب تحديد هل نكتب كل شيء أم هل يجب أن نضع بعض الضوابط محددة مثلا أنا أعطيك مثلا الأغاني الأغاني أنت قلت الأغنية الفلانية في ويكيبيديا نتكلم عن الأهمية لأنه إذا ما ذكرت الأهمية في المقدمة وهذا أمر وارد يجب أن تذكر الأهمية لكي تبقى المقالة إذا لم تذكر الأهمية فلا تبقى أمر آخر يعني نعطيك خبرة أخرى في ويكيبيديا الفرنسية يشتريطون فقط أن يكون أي مقالة لها مصدرين ثانويين يعني مصدر من جرائد وطنية إقليمية أو عالمية ويكون بينها مدة سنتين وهذا شرط بسيط يعني يمكن أن آلاف المقالة التي حضفت لو وضعناها لا رجعت بمعنى آخر بمجرد أن نوثق أي موضوع بمصدر ثانوي في الأصل في الأصل فله مالحوظية وهذه إشكالية لنظن يعني ماشي بسيطة يعني أنا نتكلم هكذا ولكن عندما نكون في نقاش رح تتشعب ونظن نظن يعني أنا أشكر جيدا أي ماد على الطرح ونظن يعني طرح جيد ويمكن أن يكون مصبر شكرا نعم أستاذ عادل أستاذ كمان سوريا أنا خلقت في الأسامي ودي غلط مني لكن أنا النظبرة بتاقي محتاجة بغاية خلوني أرحب بالأستاذة ميرفت سلمان وهي كتبت هنا إنها اتكلمت معايا قبل كده على ملحوظية الأغنية والأغنية اللي تستمر فترة طويلة خالدة برضو ما إحنا هنا في المنطقة بتاعي مين اللي حيحكم وبعدين غير المين اللي حيحكم دي لازم تتناقش في المكان اللي بيتناقش فيه الميدان وطبر اسمه إيه لابد من نفسية مين اللي حيحكم إذا كنا حنحكم بشخص عدد الأيام اللي تم إذاعة الأغنية فيها فإحنا هنا بنقع في حتة خطيرة قد يكون الأغنية ده هي فيه نوع من الاضطهاد أو فيه نوع من عدم الفهم ليها من الجمهور في هذا الوقت فهي الفكرة الملحوظية بإن الأغنية استمرت قد إيه أو إنها مؤسرة قد إيه برضو هنقع في الحتة اللي بقولها باستمرار ومش عيدها تاني مين اللي حيحكم أنا هلخف لده قد أكون غير كف شكرا أستاذ كمال شكرا نعم هناك سؤال أستاذ عماد موج إليك أظن تشير إلي نور قرابيديان تريد أو يريد أن يتكلم إذا كان موجود معك إذا كانت نعم موجودة هي نانور مرحبا شكرا أستاذ عماد أنا بعرفك من الوزر نعم و أنا يمكن من أكثر متابعين لمقالاتك و يعني من وقت اللي بلشت أنت تكتب عن الأفلام والصور والإضافات واللي هي وصراحة أنا قائمة مقالاتك بشتغل علي من وقت لآخر أنه بشيل عنا سمة اليتمية أو أنه بضيف يعني بعمل شوية تعديلات الفكرة دائما عم تقول أنه مين وليش هدول المقالات ما كانت موجودة أنت صرت من خلينا نقول عائلة ويكيبيديا وبتعرف أنه ما اعتمد على المتطوع وعلى اهتمام ه للمواضيع يعني أنت ليش ما أجيت قبل عشر سنين مثلا وكتبت هالمقالات ليش هلا بلش تكتب المقالات يعني ما نحن نحن نسأل ليش ما كانوا موجودين ليش هلا هن صاروا موجودين ليش الملحوزية بهالطريقة هي فأن الملحوزية موجودة لأنه اللي درسوا ملحوزية الأغاني والمغنين واللي قبل فترة زملائنا عملوا يعني عمل جبار أنا سهمت بالشيء كتير بسيط فيه ولهلا عم بتابعوه أنه نحط هي المساهمات من المستخدمين نفسهم تدخل تعطي رأيك يجي نحن نتمنى بكل المجالات أنه يكون فيه اختصاصيين الموسوعة بكل نسخة بتبحث عن اختصاصيين لكل المجالات أنه هن يساهموا ويتطوعوا يا ريت تكتبوا لنا جملتين وتحطوا المصادر الموسوقة لأنه اللي انتو بتكون تكتبوه شخص غير اختصاصي ما بدوا يعرف يكتبوا بالطريقة الصحيحة فيعني المشكورة كتير أنا مبسوطة أنه لما شفت جلستك اتوقعت أن تكون أنت فحبيت أعمل مداخلة معك تشكرك أولا على المقالات الجميلة اللي أغنت يعني الأفلام والأغاني والشركات والفرق كليات يعني شي كتير رائع بس الفكرة يعني مثلا أنت باختصاص معين أنا باقترح عليك تشجع زملاء لك أنه هنان يجوا يتضموا ويتطوعوا بويكيبيديا العربية من بدل نحن نسمع رأي نسمع أكتر من رأي وقتها أنت مانك هلا عندك وقت مثلا أو أنت حابب تساهم حاليا ممكن أن تكون أكتر من مستخدم موضوع ومشروع معين أنت تقوموا فيه يعني وهيك ليش ما نكون نحن مثال للمسخ الثاني أنه تعوا شوفوا بالنسخ العربية شو موجود عنا اختصاصيين لما ملحوظية الأفلام على فكرة اشتغلناها أنا وزميلتي طلبت من الثلاث أشخاص أنهم هن نقات يعني ما في تواصل أو معرفة شخصية لكن من متابعة الوساط الاجتماعية وتواصلت معهم أنه شو ممكن تعطو تعطونا التقييمات كيف نحن نقيم الأفلام غير الموجود عنا هن نبعيدين عن عالم ويكيبيديا أصلا ما عرفوا شو يعني ملحوظية نحنا بدنا كيف تفهم لنا شو يعني ملحوظية أنا حدث أكثر من ربع ساعة عم بقول الملحوظية هي 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 بس أنت حضرتك موجود هلا صرت بلجة وصرت نطور نحنا بنقاط مهمة أكثر عم تقول من بده يقيم الغنية أنه شو الفترة اللي ضلت فيها طيب شو البديل شو البديل لذلك يعني إذا ما بدنا نشيل هذا بدنا نحط نحنا معيار ثاني يعني تكون صورة وضحت وشكرا كمان مرة وأنا عن جد كمان يعني مبسوطة كتير بمقالاتك وبتابع يعني من فترة لأخرى شكرا شكرا أستاذ النور على هذه الإحاطة وهذه الإسئلة كذلك التي تصل في جوهر الموضوع تقيم أن أستاذ عدل له من ما يقول في هذه المسألة إليك الخاتم أستاذ عدل لو مش سمعك ممكن أقول كلمة نعم تفضل بسرعين الأول اللي كان معا مادام نانور نعم أقول لها الأول شكرا وتستمر في حكاية تعديل المقالات بتاعتي من ناحية الشكل والإضافات والبتاع لأن أنا في موضوع تنظيم صفحة المقالة أنا جاهل جهلي شديد جدا فأرجو تهتم بالتنظيم ده كتير وعلى النقطة التانية اللي قالت بتاعت طيب إحنا حنشيل المواصفة حنشيل الشروط الملحوظية دي إيه البديل برضو أنا بقول إلى حد كبير إلى حد كبير أنا مش مش هقول مش معني ولكن مش وثق في نفسي قد كده إن أقول شروط جديدة فدي محتاجة تجمع ناس إلى حد ما يكونوا فنين إلى حد بسيط حتى ويضعوا شروط جديدة للملحوظية وشكرا على مجوتكم شكرا أستاذ كمال شكرا أستاذ عادل هالكات كلمة في هذا الموضوع تبط أنا عاوة مع كالإداري فيصل لستة أشيط رح في الميزة بعادة كتابة نقولها صراحة معادة الاستجاب نحن نسمعك جيدا أستاذ عادل نعم إذا ندخل وأعد التواصل معنا في الحقيقة هو نعم أنه الأمر العود خليل الكاميرا الأمر الآن راه يعني مطروح في وكيبيديا العربية لو تروح للميدان منذ أكثر من ستة أشهر التجاوب والتفاعل كان قليل ونقولها صراحة وهذا الإشكالية حاول الزملاء أنه على الأقل نأخذ من الويكيبيديا الإنجليزية كنموذج وليست يعني كنسخة طبق الأصل أخذنا نموذج حاليا أنا أظن أننا فقدنا عدل من جديد الأستاذ عدل هل أنت معنا تبقى لنا من الوقت ثلاث دقائق لنذهب إلى مدخل أخرى للحبيب مهدي هل العدل موجود لإضاءة شيء ما نعم كلمة كلمة أخيرة أخيرا أستاذ عماد في ما يتعلق بهذا الموضوع ماذا تقول أقول لحضرتك اللي أنا بقوله هقول صيحة أو صرحة فقط بدون صراحات هناك موضوع لابد من إعادة بحث باستمرار هو الملحوظة شكرا شكرا جزيلا إذن هو موضوع كما قلت يؤرق كل مستخدمي المجتمع الوكيبيدي ومسوعة وكيبيديا وهو موضوع أيضا بات يخرج كما جاء في بعض التعليقات خاصة مستخدمي الجدد هو بات الآن يقدم من نوع الإحراج كما جاء في الدردشة هل معنى عدل أعتقد نعم هل تسمعون يعني باختصال مفيد هناك عمل جبار يقوم به الزملاء منذ أكثر من ستة أشهر لإعادة كتابة سياسات الملحوظية وتركة الملحوظية العامة إلى آخر المطاف وهي دعوة عامة لكل محرر لكل مستخدم في يوكيبيديا العربية أنه يتقدم بالرأي تعهو اليوم رأنا ملحوظية المقالات تسمية فقط لاحظوا سياسة تسمية المقالات الرياضية يعني حتى سياسة كيف نسمي المقالات هي حاليا في النقاش ويوجد تفعيل لسياسات أخرى وستكون تارى النور بعد بضعة أيام من بينها مقالة حول الرياضيين والرياضات ويمكن أن نفضل هذا طرح لو أنه يكون هناك مشاركة يعني الأستاذ عماد مرحب بك أن أن تكون عضو فعال في طرح النظرة لأن نشوف فيها نظرة عظيمة وتكون طرح طرح موضوعي نرى نكون معاك ويكون معاك كل الزمال يعني طرح جد موضوعي وشكرا شكرا شكرا لك شكرا لك أستاذ عماد على هذه المدخلة شكرا لكل من شركنا هذا المقاش الذي أثار كما قلت استفزة معرفيا العديد من المساهمين